السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من الاخبار يارب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة الجميل في الفيديو ده انه هو مناسب للمبتدئين والمحترفين يعني لو انت ما تعرفش اي حاجة في المونتاج ان شاء الله بعد ما تسمع الفيديو ده وتشاهده للنهاية هتطلع عندك فكرة كويسة جدا في برنامج المونتاج اللي هنشرحه النهاردة وهتقدر تعمل فيديو احترافي زي القنوات الكبيرة بالزبط ولو انت برضو محترف منتاج الفيديو ده برضو ليك في برنامج فلمورا وبرنامج فلمورا يعني هنتكلم عن الاصدار الاخير اللي هو فلمورا اكس وده من اشهر البرامج اللي موجودة في الساحة اغلب اليوتيوبر استخدموا برنامج فلمورا قبل كده او ما زالوا بيستخدموه وشركة واندرشير اللي هي عاملة البرنامج من اكتر الشركات اللي بتطور دايما في منتجاتها وعملوا البرنامج واضافوا مميزات كتيرة جدا هنتعرف عليها في الفيديو بتاعها النهاردة فلو انت مهتم وصنع المحتوى شوف الفيديو للنهاية وما تبخلش علينا باللايك الجميل يلا بينا جي كبات شاي كده او قهوة وركز معايا احنا كده على الموقع الرسمي في المورا اكس وممكن تنزل البرنامج بالنسخة المجانية من هنا وهو مناسب وطبعا البرنامج مدفوع لحاوب تشتري البرنامج هتشتري من هنا ولكن احنا هنشتغل على النسخة المجانية ودي كافية بالنسبة لنا ان احنا نشرح عليها ونشتغل عليها طيب انا عايز اعرف متطلبات النظام هل الجهاز بتاع ينفع يشغل في المورا ولا لا هو البرنامج مناسب للاجهزة المتوسطة فلو ضغطت على متطلبات النظام هتلاقي ان البرنامج مناسب لوندوز سيفن ووندوز ايت بوينت ووندوز تين على اربع وستين بيت البروستسور يعني اقل حاجة بيقى عندك كور اي سري والرامات اربعة جيجا والجرافيك اه انتل اتش دي جرافيك خمس تلاف او الجي تي اكس سبعمية ده يشغل الدنيا معاك والهارد بتاعك يبقى فيه عشرة جيجا بايت فري يعني فاضيين فالحاجات دي تقدر تشغل برنامج في المورا واعتقد ما فيش جهاز يعني مواصفاته اقل من كده دلوقتي دي كده الايكونة بتاعت البرنامج في المورا اكس هنبدأ نشغل طبعا هشتغل معاك بشكل اسرع لو الجهاز بتاعك يعني المواصفات بتاعته احدث فتح معايا الواجهة دي للبرنامج ممكن يفتح معاك على البرنامج على طول ولكن انا علشان عملت عليه قبل كده ففتح معاك الواجهة دي بتختار تسعة لستاشر طالما تشغل يوتيوب وبتختار لو عايز مشروع عديم انت كنت شغال عليه بتعمل وبتبدأ تختاره ولكن احنا هنعمل مشروع جديد دي كده الواجهة الرئيسية بتاعت البرنامج بسيطة وسهلة الجميل في البرنامج ده ان هو بيدعم اللغة العربية يعني لو انت عايز لغة عربية هتضغط على وبعد كده وبعد كده هتختار العربي عربي اهي جاب لك اهو من على اليمين وجاب لك كل حاجة باللغة العربية ولكن يعني هتلاقي في حاجات يعني معينة كده يعني مش مترجمة فانا انا نفسي بفضل الشرح على اللغة الانجليزية والعمل باللغة الانجليزية ولكن انت ممكن تستعين باللغة العربية الاختيار يرجع ليك هنختار انجليزي تاني وانا ممكن تختار بقى اللي هو اللون المظلم ده او يعني بيخليك الدنيا بنوارها بالابيض ولكن احنا علشان بنوعد فترة طويلة قدام برامج المونتاج فهم نخليها الدارك مودة علشان عينينا وبعد كده بنعمل اوكي تمام دي بقى الايكون الرئيسية والادوات بتاعت البرنامج يعني هنستعرضها كده اسناء الشرح يعني انا مش هقود اقول لكم دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه انا هشرح لكم اكلني بعمل منتاج ليه فيديو من فيديوهات القناة عندي تمام هنا يعني هستعرض لكم الاول بشكل سريع المربع ده ده اللي هيتحط فيه الصور الفيديوهات الاوديو كل حاجة هنا الشاشة دي هيتعرض فيها اي حاجة احنا بنعملها هتتعرض هنا هنا التراكات يعني البرنامج ده بيدعم ميد تراك يعني ممكن تحط ميد تراك او ميد طبقة فوق بعضها هنا الطبقة الاستية بتاعتي بتبع طبقة الفيديو اللي هحط فيها الفيديو هنا وهنا الطبقة التانية بتاعت الاوديو طيب ندخل بقى على اول ايكون وهي الميديا دي اللي من خلالها تقدر تعمل الامبورت للفيديو والامج والاوديو تمام هتضغط على علامة الزائد دي هيبدأ يفتح معك الكمبيوتر بتاعك او الهارد ديسك بتاعك وتبدأ بقى تختار الحاجة اللي انت عايزها انا اسلا عايز الحاجات دي تعلم عليهم وتحطهم تمام طيب فيه طريقة تانية اه فيه طريقة تانية ان انت تفتح مباشرة المكان اللي انت عايزه تمام وتعمل السليكت عليهم كده وتبدأ تاخدهم كده تحطهم وتحطهم هنا تمام يبقى كده كل الميديا بتاعتك اتحط كويس جدا هنا لو انت عايز تضيف فولدر كامل تضغط هنا برضو وتضيف فولدر كامل فكل الطرق تؤدي الى هنا لو انت عايز بقى خلفيات هنا الوان جميلة اه وهنا لو انت عايز فيديوهات مفتوحة المصدر تقدر تستخدم الفيديوهات ديت بدون اي مشكلة ولكن انا بفضل يعني ابعد عن الفيديوهات والاوديو اللي موجودة في برامج المونتاج طيب اول حاجة انا بعملها ايه ان انا بجيد الفيديو الاساسي اللي انا عايز اشتغل عليه يعني لسلكم الفيديو ده هنعمل له دليت خلينا في الفيديو دوت عشان صغير ااخده يعني سحب تمام هنا هيقول لي انت عايز الفيديو ده على تلاتين فريم ولا خمسة وعشرين فريم هنا لو الفيديو بتاعك متصور بستين فريم هيجيب لك الستين فريم ولا تلاتين فريم كل ما كان عدد الفريمات اكتر كل ما تقدر تعمل يعني بشكل احترافي اكتر فانا بختار التلاتين فريم طبعا لو انت متصور الفيديو بخمسة وعشرين فريم فاختار خمسة وعشرين فريم انا هختار تلاتين فريم كده استعارض الفيديو اهو ازا ما حارككم شايفين. اول حاجة اي حد بيعملها ببرامج المونتاج اللي هو بيعمل قط للاجزاء اللي هو مش عايزها. اقتصاص للاجزاء اللي هو مش عايزها. فانا عايز مسلا اعمل اقتصاص لجزء معين من الفيديو ده. فانا علشان اختار بالزبط او المكان بالزبط اللي انا عايز اعمل فيه اقتصاص. بعمل زوم من هنا. اهو. بكبر من هنا شوية اهو. وببدأ مسلا انا عايز من اول جزء ده. بقف عليه كده بالمؤشر ده الورنج ده وبضغط على علامة المؤسس هو كده عملي الجزء ده اهو انا ببضل ماشي كده تمام لحد الجزء التاني اللي انا عايز اقصه انا هي راح تتمرجحة اهي وراجعي انا عايز الجزء ده فهدغط برضو على علامة المؤسس دي او اهي يعني دي او دي مفيش مشكلة اهو لغطنا هنا هيجيب لك الجزء اللي تم اقتصاصه ممكن برضو تستخدم الشورت كات يعني ممكن تستخدم اللوحة المفاتيح تعرف الشورت كات وتبدأ تستخدمها طب اعرف الشورت كات منين بضغط على فايل وببدأ اضغط على كيبورد شورت كات تبدأ بقى تتعرف على كل الشورت كات بتاعة البرنامج تمام او تبدأ تخصص انت شورت كات بمزاياك انت انا عايز اعمل كات اهي كنترول اكس لو عايز اغيرها بتغيرها مفيش مشكلة بعد كده انا عايز اعمل دي ليت للجزء ده عايز احزفه بتعلم عليه كده تمام وبتضغط على دي ليت من الكيبورد او من هنا او كليكي مين وتضغط على دي ليت يعني ثلاث طرق معاك فانا هضغط عليها واضغط على دي ليت اللي من هنا وفهو بيجمع لك الجزءين على بغض ده بالنسبة للقطة فدي اول حاجة عارفناها لو الفيديو اللي نازل دوت ليه صوت اقدر افصل الصوت عن الصورة ازاي هنخلينا في فيديو تاني ليه صوت لان ده ما فهوش صوت هاخده دراجة اهو برضو سحب واهم حطه هنا الفيديو اهو ازا ما حاركم شايفين ليه صوت اللي تحت ده الصوت بتاعه لو انا عايز اعلي الصوت بضغط كده بعليه عايز انزله وبنزله من هنا تمام انا عايز افصل الصوت بضغط كليكي وبعد كده بختار حاجة اسمها ديتش اوديو بضغط عليها بيبدأ يفصل لي الصوت بضغط كليك كده على الصوت وبعمل كده فصل لي الصوت تمام طيب دي كده اول حاجة عارفناها في الامبورت برضو في حاجة اسمها هنا يعني هنا امبورت وهنا جنبها كلمة ريكورد دي اللي هي تسجيل عايز تسجيل من الويب كام بتاعتك موصل كاميرا بالكمبيوتر وعايز تسجل من داخل البرنامج من هنا عايز تعمل يعني عايز تسجل الشاشة بتاعت الكمبيوتر من هنا تمام عايز تعمل عايز تسجل صوت بتعمل وعايز تسجل صوت من هنا تمام فدي ادوات مهمة جدا جميل جدا تاني حاجة بقى انا عايز اعملها ان انا عايز اعدل الالوان بتاعت الفيديو ده طب هعمل ايه هضغط دابل كليك كده على الفيديو مرتين. هيبدأ يجيب لي شوية اختيارات. اختيارات دي كلها هنعدي عليها. وهنقول بقى على المميزات الجديدة اللي اضافت في فيلمورا اكس. اللي هو الموشن تراكينج وفي حاجة رهيبة جدا اسمها. دي برضو هتعجبكم جدا جدا جدا. فتابعوا معي وركزوا معي ولكن هنشرح كل حاجة في وقتها. خلينا الاول في بتاعة الفيديو ده. انا عايز ازبط الالوان بتاعته. هنا في اول اختيار ده ممكن بقى تزبط هنا ديت من هنا كده اهي. زي بنت عايز بقى يعني شايفين? كده زبط شوية. عايز بقى برضو من هنا كده. تبدأ بقى تزبط كل واحد وزوق وبقى وكل واحد. والفيديو اللي موجود معاه يبدأ يزبط الالوان زي ما هو عايز. التون برضو. اهو الكنتراست عايز زاود. شايفين في فرق رهيب حصل. تمام? يعني شايفين الفرق لو انا عملت كده هيرجع لي كل حاجة زي ما كده. شايفين كم مضلم ازاي? هعمل اندو من هنا هرجعه تاني اهو. يعني لو انا عملت خطو عايز ارجعها هضغط على اندو هنا. لو عايز اجيبها تاني اعمل على السهم ده اللي هو الريدو. تمام? طيب. في حاجة اسمها هنا سري دي لوت. ديت بيجيب لك شوية حاجات كده اعدادات. يعني كده جاهزة. هنا الدرك فيلم ومش عارف ايه. اهي. شايفين دي? حاجات يعني زي كده حاجات كتيرة جدا. طيب لو انا عايز اتوسع اكتر والعب في الالوان بشكل اكتر اعمل ايه? هضغط على بقى يفتح لي الحاجات اللي انتو شايفينها ديت. هنا بقى تبدأ تختار بقى الكول والوورم والحاجات دي. وتعمل برضو. يعني تبدأ تعدل برضو بشكل تاني او بشكل اكتر احترافية من بقى ويه الكالر بقى واللايت والحاجات دي. بعد كده بتضغط على اوكي. يبقى انت كده زبطت الالوان يا مع الليب. بعد كده بنضغط على اوكي. انا عايز بقى اعرف ايه تاني في الايكون ديت. هضغط على اوديو. دي كده يعني صوتيات او برنامج موفر هلأ. فكل حاجة هنا ومش عارف ايه. فانت تقدر تستخدم دي. ولكن انا شخصيا مش بنصح بكده. انا بحب استخدم الميوزيك المية في المية فري. يا دي ممكن تكون فري وممكن ما تكونش فري. فاحنا خلينا في المضمون. فممكن تستعين بالفيديو اللي انا سيبه لك فيه الوصف. يعلمك ازاي تنزل ميوزيك مجانية من مكتبة اليوتيوب ومن مواقع تانية. خلينا بقى في وهي اللي من خلالها تقدر تضيف يعني كتابة ونصوص كتابية على الفيديو. يعني مسلا انا عايز استعرض ده بضغط عليه كده. بتضغط بقى على العلامة دي عشان يجيب لك شكله. يبقى شكله كده. تمام? هنا بقى نصوص كتابية كتيرة جدا باشكال كتيرة جدا جدا. تختار بقى اللي انت عايزه هنا. هنا بقى عنوين بقى وهنا لو انت ما عايزت تضيف اسمك وحاجات زي كده. انا مسلا عايز اضيف ده. هاخده كده. وهقوم حطه في المكان اللي انا عايز اضيف فيه. هيبدأ يظهر ازا ما حرقكم شايفين. انا بقى عايز اغير دلوقتي الكلام اللي مكتوب ده. فهبدأ اضغط على بتاع الخط ده او بتاع وهبدأ بقى اكتب النص بتاعي. هكتب مسلا هنا علامة استفاد هاي. وببدأ ما مسلا اخليه اكبر شوية اخليه مسلا اربعين. تبدأ الكلر بقى من هنا وتعيش الخال زي ما انت عايز. عايز حاجات اكتر بتعمل او بتضغط على وبتبدأ بقى تختار خيارات اكتر من هنا. بعد ما تخلص بتضغط على اوكي. نبدأ نشغل. طبعا احنا عملنا حاجة بشكل عشوائي لكن في حاجات رهيبة بصراحة في هنبدأ نشغل فهيظهر معانا هو بالمنزر لحضراتكم شايفينه. ندخل بقى على الايكون رقم اربعة وهي الترانزيشن. الترانزيشن دي اللي هي انتقالات. طيب اللي ما يعرفش يعني ايه الانتقالات او مسلا انا عندي مقطعين فيديو تمام? وخلصت المقطع ده. وبدخل على المقطع التاني شايفين? هو راح عليه بدون اي حاجة. فانا عايز اعمل حاجة كده في النص حاجة جمالية. اخلي الانتقال كده وشكله جزاب. فبضغط على ترانزيشن بيجيب لي حاجات ياما مسلا سري دي. انا عايز اشوف شكلها عامل ازاي? بضغط عليها. اهي. شايفين عمل عملها ازاي? حاجات بقى كتير جدا وحاجات احترافية جدا جدا. انا مسلا عايز دوت هشوف شكل الاول. اهي. زي اللي بتبقى في قناتها لتعلموا القنوات دي. وبضغط عليها كده وبعمل سحب وبقوم حاططها هاني. تمام? ببدأ اشغل شايفين? هنا بطيقة. عايز اصراحها خليها سريعة. فهروح على اولها كده. واعمل سحب كده اصغرها شوية. فكده هتبقى اسرع معايا. اهي. عايز العكس بكبرها. يعني كل ما بتكبرها. كل ما تبقى بطيقة في الحركة بتاعتها. دي بالنسبة للترانزيشن وهتلاقي حاجات كتيرة جدا. يعني انت نفسك هتنبهر بها. الايكون رقم خمسة وهي الافكتس. الافكتس دي اللي هي التأسيرات والفلاتر على الفيديو. تمام? زي مسلا التأسير ده. شايفين الفيديو هيبقى شكله احمر كده. مسلا ده بفيه حاجات كده. طيب. انا عايز اعمل التأسير ده اعمل ايه? وعايز اخليه على جزء واحد. يعني انا مسلا عند الفيديو طويل. وعايز التأسير على الجزء ده بس. فهعمل كده للجزء ده. اهو. وعايز التأسير انا على الجزء ده بس. فهعمل ايه بقى? هضغط هنا كده. هسحب التأسير وحطه هنا. اهو. تمام? شغل. هيرجع تاني الاصل. او ان انت تقضى تاخد التأسير وتحطه فوق. في المكان اللي انت عايزه. يعني دي معاك ودي معاك. يعني هيمشي كده اهو. جاب لك اهو التأسير وبعد كده هيرجع تاني. اهو. عايز تخليه التأسير بالفيديو. كله هتسحب كده للاخر. اهي اهي اهي. كده التأسير بقى على الفيديو بالكامل. هتلاقي بقى تأسيرات كتيرة جدا وفلاتر كتيرة جدا. الايكون اللي بعد كده وهي اللي هي يعني زي المنصقات كده او ولكن الاصدار ده تخليها متحركة. يعني كل الحاجات ديت حاجات متحركة تقدر تستخدمها. يعني لو خدنا دي كده دراج وحطناها كده او سحب وحطناها افلات كده. وشغلنا هتلاقي شايفين تقدر بقى تتحكم فيه تصغرها بقى تكبرها زي ما انت عايز. وهتلاقي هنا يعني متصنفة بتصنيفات كتيرة جدا اموجي اهو. يعني اللي حطينا الاموجي ده اهو. تقدر برضو تصغره كده زي ما انت عايز. وتشغل هتلاقيه متحرك اهو. بيغمض ويفتح وحاجات جميلة جدا. وهتلاقي بقى علامة اسهم بقى وعلامة اللايك والسبسكرايب وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. يعني مثلا دي علامة اللايك لو انت عايز تستخدمها. تبدأ تعمله دراج. تحطها هي. هتصغرها شوية. تحطها في اي مكان انت عايزه. تبدأ تشغل. اهو. الحاجة اللي بعد كده وهي سبليت سكرين. هنمسح بس الحاجات دي كده عشان ما اطلق بطناش. السبليت سكرين دي ان هو ممكن يقسم لك الشاشة لاجزاء كتيرة جدا زي ما انت عايز. يعني كل دي تقسيمات للشاشة. على سبيل المسال انا عايز اقسم الشاشة لتلت اجزاء. اهو. وحطه في كل فيديو او في كل جزء فيديو او صورة. ادي كده التلت اجزاء. هضغط على رقم واحد. تمام? وهبدأ اسحب الصورة دي او الفيديو ده فيه في رقم واحد. رقم اتنين هحط الفيديو ده. الرقم تلاتة مسلا هحط الفيديو ده. يبقى انا كده عندي تلت فيديوهات. تمام? هاشتغله في نفس التوقيت. اهو. عايز تتحكم في كل فيديو بتضغط عليه. لو في صوت ممكن تكتم الصوت. عايز تعمل زوم شوية. عايز تحرك شوية شمال يمين. زي ما انت عايز. عايز اعدادات اكتر بتضغط هنا. يعني عايز تعمل اقتصاص لجزء معين من الفيديو. بتضغط هنا. بتشوف بقى الفيديو هو. ده الفيديو الاول عايز تقص الحتة دي اهي. فيش مشكلة. زي ما انت عايز وبتراعي برضو ان الفيديوهات ممكن واحد يبقى طويل واحد يبقى صير. فبتبقى عارف الفيديو اول وفين واخر وفين عشان تزبطهم التلات فيديوهات على بعض. تمام? وبعد كده بتزبط الدنيا وبتعمل اوكي. يبقى انا خلصت الجزء بتاع الايكون اللي فوق. طيب انا عايز بقى اوريكم الحاجات الجديدة اللي تم يعني اضافتها في برنامج فيلمورة. اول حاجة الحاجة اللي عجبتني بشكل شخصي ان انت ممكن يعني لو انت مساوق مصور كزا مقطع. والالوان اختلفت في مقطع عن التاني. فانا عايز اخلي الالوان اللي موجودة في المقطع ده هي اللي موجودة في المقطع ده. تبقى اعمل ايه او صورة يعني مش لازم مقطع. فانا هوريه لكم بشكل عملي افضل. همسح برضو دولت. وهضغط على ميديا وهاخد مسلا الفيديو ده. تمام? صغره شوية من هنا كده. وهاخد الفيديو ده. اشرح لكم بقى انا عايز اعمل ايه? انا عايز اخلي الالوان اللي هنا شبه الالوان اللي هنا. يعني هنا السماء فتحة كده والصورة زاهية شوية. وهنا السماء مغيمة والدنيا ضلمة. انا عايز اخلي الالوان اللي موجودة هنا. هي اللي موجودة هنا. تمام? اول عكس. كويس? يبقى الاعدادات بتاعت الالوان عايزها هي هي. هضغط على المكان اللي انا عايز اغير الوانه. يعني مرتين تمام? وبعد كده هلاقي حاجة اسمها هنا في النص. وبعد كده حاجة اسمها هضغط عليها. وبعد كده هضغط على هبدأ هنا يستعرض لي الفيديو هنجا ببعض ولكن يعني انا هبدأ امشي امشي كده لحد ما اجيب الفيديو اللي انا عايز اهو. اللي انا عايز اجيب الالوان بتاعته. اخلي الالوان بتاعت ده شبه ده. فهجيب عند نقطة معينة انا عايزها. يعني انا عايز انفز اللي موجود هنا هنا. بعد كده هضغط على شايفين السحر اللي هيحصل? عمل ايه? يعني حاجة جميلة جدا. بعد كده تعمل اوكي. شايفين دي كده ضلمة وما كانش الخضر ده باين وكده خلى لي الاعدادات زي بعضها. الصورتين زي بعضهم او بنفس اعدادات الالوان. دي من ضمن المميزات الجديدة اللي تم اضافتها. اضافوا حاجة تانية برضو اللي هي التراكنج موشن او موشن تراكنج لا تتبع الحركة. يعني لو انت مثلا في فيديو في حركة خلينا نشرحها بشكل عملي. هنجيب البنت الجميلة اللي بتتمرجح دي. اهي. وهنا الفيديو في حركة. يعني هي بتتحرك. انا مثلا عايز احط صورة او اموجي او ايا كان. عايز احطها على على صورتها. وتتحرك معاها. زي الجماعة اللي بيعملوا تحفيل وحاجات كوميدية وكده. طيب اعمل الموضوع ده ازاي? هضغط برضو على الفيديو. هيفتح معايا الاعدادات دي. هضغط على كلمة فيديو. واختار موشن تراكنج. اهي. وبعد كده هيظهر معايا مربع او مستطيل. هبدأ احركه على الجزء اللي انا عايزه يتتبعه. انا عايز المستطيل يتتبع الجزء ده. وبعد كده هضغط على ستارت تراكنج. تتبع الجزء ده. اهو. هيبدأ يتتبعه بالزبط. هيبدأ بس يعد لحد ما يخلص الفيديو. اصبر عليه. وبعد كده انت بتضغط على اوكي. جميل? انا باعيز احط صورة تتتبع الوش ده. هروح على امبورت وحط اجيب صورة. مسلا انا هختار الاموش ده. وهاخده كده سحب وقوم حطه هنا. تمام? وهبدأ اصغر بقى في المكان اللي انا عايز احطه بالزبط. وقوم حطه هنا كده امعلم. وبعد كده بنضغط دابل كليك تاني. هيزهر بقى معايا في الموشن تراكينج تحتها كده كاتب لي نانو. تمام? هنضغط عليها. وهنختار اسم الصورة. هي اسمها كده. هنضغط عليها. فانا بقول له تتبع او خلي الصورة دي تتتبع التراكينج اللي انا عامله. بعد كده اشغل هو حطي لي علامة ارتباطها. وابدأ اجيب كده. واجيبها للاخر. واعمل تشغيل. اهو. هيبدأ يتتبع الصورة زي ما انتو شايفين. حاجات دي يعني جميلة ممكن تقدر تستخدمها. يعني لها استخدامات كتيرة جدا جدا جدا. الحاجة الاخيرة بقى اللي عايز اوريها لحضراتكم ان انت ازاي تشيل الكرومة الخضرة. انا عندي مثلا الكرومة بتاعة اللايك والسبسكرايب دي. طبعا انا سيب لكم رابط في الوصف. بتحمل الكرومة دي لو انت محتاجها وفيه كرومات تانية. بتضغط عليها كده او بتنزلها الاول وبعد كده بتضغط عليها برضو وبتلاقي هنا هي كرومة كي. بيتعلم عليها. ومجرد ما بتعلم عليها هو بيكتشف اللون الاخضر. تمام? وبيبدأ يحزفه. عايز اصغرها شوية اهي. زي ما انت عايز بقى تصغر تكبر زي ما انت عايز. وبتبدأ برضو تتحكم من هنا لو انت عايز تغمقها شوية تفتحها شوية. براحتك خالص. بتبدأ تشغل اهو. تعمل كوبي الاول وتشغل. يبقى كده انت زلت الكرومة بمنتهى البساطة. في المورة فيه طبعا ادوات كتيرة جدا وفيه استخدامات كتيرة جدا. لو انتوا عايزين برضو قيمة تشغيل كاملة ببرنامج في المورة ممكن برضو تكتبوه لي في التعليقات. لو انت بقى من الابطال وشفت معي الفيديو لحد دلوقتي اكتب لينا رأيك في التعليقات. قول ايه اكتر حاجة عجبتك في البرنامج. وكمان متبخلش علينا باللايك الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.